وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصرف نافوري لمبلغ 15 ألف جنيه لكل أسرة مضارة من ضحايا حريق العمرانية كدفعة إيجارية بديلة ومؤقتة لحين إصلاح العمارات والوحدات السكنية وإعادتها إلى أصلها وخلال تفقده لموقع الحريق لمتابعة حجم الخسائر أوضح مدبولي أن الدولة ستتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق كما وجه رئيس الوزراء بأهمية الاطمئنان على السلامة الإنشائية للمباني وتشكيل لجنة عجلة فورية مكونة من شركات المقاولة المعتمدة من محافظة الجيزة للوقوف على حجم الضرر وإعداد قياسات هندسية تضمن الوقت اللازم والتكلفة الخاصة بإعادة المباني لأصليها قبل الحريق